اختتم وفدو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الاسيوية التي عقدت في مدينة جوادر بجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة حيث اسهم الوفدو بإقرار عدد من المشروعات للقرارات المتعلقة بالشأن السياسي بدول قارة اسيا هذا وكذا وفدو الشعبة البرلمانية الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات الاسيوية في النهوض بالعمل البرلماني الاسيوي وقدرتها على تحويل التحديات السياسية والامنية والاقتصادية إلى فرص تسهم في تعزيز الاستقرار والنمو لدول قارة اسيا وللقاء المزيد من الاضواء معنا من مدينة كاراتشي الباكستانية سعدت الدكتور عبد العزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك في الاجتماعات سعدت الدكتور بداية نرحبك ولو تطلعنا على أبرز نتائج مشاركة وفد البحرين في اجتماعات لجنة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الاسيوية بسأل خير أنا أيضا أحب بكم الحقيقة في إداعات البحرين وفي إداعات البحرين الحقيقة الاجتماع استغرق ثلاثة أيام مركز على إقرار تقريبا سبع مشاريع مشاريع قرارات طبعا وما يصدر القوانين إذا تسمح لي أذكرها هو في أول مشروع وهو مهم جدا مشروع قرار نحو تأسيس برلمان أسيوي وهذا الحقيقة مسألة مهمة جدا لأنه هناك مرحلة تطوير لعمل الجمعية البرلمانية الاسيوية وأيضا هناك ضمن هذا الاتجاه تقرار بشأن الحكم الرشيد وارتباط بالتنمية المستدامة لأن هناك اهتمام بتنمية المستدامة في آسيا وأيضا نشروع آخر يتعلق بسيارة القانون التمكين للقضائي وعدم التدخل في الشيون الداخلية للدول العضاء ومن ثم هناك بعض القرارات التي تتعلق أحدها يتعلق بالممارسات البرلمانية الجيدة وهي ثلاث قرار تتعلق بالتنمية والازدهار وآخرها قرار يتعلق بدعا حقوق الشعب البرلماني في أرضه المستدامة طيب دكتور هل كانت تطلعنا على أبرز المقترحات التي تقدم بها وفد البحرية لتعديل مشروعات القرارات التي نظرتها الجمعية البرلمانية الاسيوية نعم الحقيقة البرلمان وفد الشعب البرلمانية ركز في البداية على نقل ممارسات البرلمانية في البحرين لكي تصبح في مسألة تأسيس برلمان آسيوي كيف يمكن تأسيسه وبالتالي طرحنا العديد من الاختراحات فيما يتعلق بتأسيس قواعد لبناء برلمان آسيوي يعني طبعا هي مسألة طويلة المدى وليست في الدين يوم وليلة وإنما كبداية طرحنا العديد من الممارساتنا احنا لكي تكون تتعلق بالممارسات البرلمانية الجيدة لكي يطلع عليها الأخوان وأيضا يتم الأخذ بها فيما يتعلق بآليات عمل أي برلمان قادم وبالتالي أسهمنا بإسهام مباشر وواضح فيما يتعلق بدعم تأسيس البرلمان آسيوي لكن كان الإسهام ونقل ممارساتنا وتجاربنا فيما يتعلق بالعمل الداخلي اللي عمل العمل المدنس الوطني بغرفته فيما يتعلق ببناء هذا البرلمان وأيضا ركزنا الحقيقة في جانب أساسي أنه يعني أي حكم رشيد ينبغي أن يتباطه بالتنمية المستدامة أن يحرص على أن يكون هناك آليات سليمة وهذه كلها الحقيقة عكسا لتجربتنا التي أسسها لجلالة الملك المفددة دام عزيزي وتوفيقها ومن خلال المشروع الأصلاحي لجلالة الملك دام الله يسلم نعم 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 سعادة الدكتور عبد العزيز بلد ومجلس الشورى عدو الوفد المشارك في الاجتماعات شكرا جزيلا لك